السلام عليكم أنا محمد الصبر كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم وطاعتنا قد تعدث في حياة الإنسان مواقف تغير مسيرة حياته وهذا بالضبط ما حصل مع طبيب الغلابة طبيب الفقراء محمد مشالي حدثت تلك القصة في إحدى القرى الفقيرة حيث كان هناك طفل لا يتعدى العاشرة من عمره وكان هذا الطفل مريض بمرض السكر وكان كل يوم يبكي من شدة الألم وكانت أمه ترفض دائما أن تعطيه حقنة أنسلين وهو يطلبها بشدة وفي إحدى المرات قالت له يا بني لو أعطيتك الآن حقنة أنسلين فلن يتبقى لدي المال لأشتري لإخوتك الطعام في هذا المساء تأثر هذا الطفل من تلك الكلمات وصعد إلى سطح البناء وأضرم النار في نفسه وكان الطبيب محمد مشالي حاضرا على ذلك الموقف وحاول إخمار تلك النار وجلاب الطانية وحاول أن يخمد ذلك الطفل من تلك النيران لكن الطفلة توفي بين يدي ذلك الطبيب توفي وهو يقول لقد فعلت ذلك من أجل أن يأكل إخوتي يا أمي تقطع قلب ذلك الطبيب كيف لا وقد شهد على موت ذلك الطفل بين يديه وعاهد نفسه من تلك اللحظة أن يساعد كل فقير وأن يعالج كل مريض لا يملك المال لكي يعالج ومن بعد تلك الحارثة كرس حياته في خدمة الإنسانية وأصبحت عيادته مقصدا لكل فقير اخترى أن يفني حياته في علاج الفقراء والمساكين فقط لكي لا يشهد واقعة كالتي حصلت ولكي يفي بما أوصاه به والده وهو على فراش الموت حيث قال له اوصيك بالفقراء خيرا كان يعالج الفقراء والمساكين بمبالغ رمزية وغالبا ما يعالجهم بالمجان وأحيانا كان يعطيهم الدواء مجانا وذلك على مدى أكثر من نصف قرن عاش هذا الدكتور حياة متواضعة عادية حيث كانت عيادته متواضعة في داخل منزل ولم يمتلك لا سيارة ولا حتى هاتفا محمولا توفي من البدعة أيام فنسأل الله أن يتغمده في رحمته ويكتب له الجنة رحل ومعه دعوات غزيرة بالرحمة وغفران في أيام خير قبل انطلاق مناسك الحج كان رحمه الله لا يحب الشهرة ورفض أكثر من طلب القائن من أكثر من برنامج تلفزيوني ورفض جميع المساعدات التي قدمت له علما أن المساعدات التي قدمت له تفوق الملايين وظهر في برنامج قلب اطمئن رافض جميع المساعدات التي قدمت له ومتمسكا بعطاء الفقراء حيث عرضوا عليه عيالة حديثة لكي يعالج بها الفقراء لكنه رفض ذلك وظل في عيالته المتواضعة في تلك الأحياء الفقيرة كان هذا الرجل مثلا للإنسانية والعطاء فكم من مريض توفي بسبب عدم قدرة أهله على معالجته وكم من مريض فضل التعايش مع مرضه بسبب عدم قدرته على علاج نفسه فمع الأسف أصبحت مهنة الطب مهنة تجارية أعلم أن الطالب يتوجب عليه أن يدرس ست سنوات في الجامعة وذلك صعب جدا وغير هذا عليه أن يدرس عشر سنوات في التخصص وغالبا ما يكون دوامهم طويل جدا حيث أن دوامهم يزيد عن الستة وثلاثين ساعة وأحيانا يبقوا إلى يومين أو أكثر مهنة صعبة جدا لكن هذا لا يعني التخلي عن الجانب الإنساني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج كربة من كرب أخيه في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الليل من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى لصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أو كما قال الله عز وجل فالعطاء لا يقتصر على أن تكون طبيبا أو ما شابه ذلك فأنت تستطيع أن تكون معطاءا بثمرة من الفاكهة تعطيها لأحد من الفقراء أو لطفل صغير في الشارع في البارحة كنت أنا وصديقي نتناقش فقال لي جملة إلى الآن أذكرها قال لي أن الكرماء يحتاجون الأموال والأغنياء يحتاجون الكرم فعلا لقد صدق فيما قال فاللهم اجعلنا من الكرماء واجعلنا من المعطائين واكتب لنا الجنة وشكرا على حسن مشاهدتكم إلى هذه اللحظة أخبروني بآرائكم وأفكاركم وشاركوني بتعليقاتكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة